اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدي قناة الصحة والجمال في لقاء يتجدد كل يوم خميس الساعة الثانية مساء اتمنى النهاردة المحتوى يعجبكم علشان هتشاركونا فيه تابع الحلقة ان شاء الله هتعجبكم هيا كريم المحتوى بتاع النهاردة مختلف جدا ومحتاج ان الناس تكون وقفة جنب الاشخاص اللي بتقدم المحتويات دي وكمان مؤسسات المجتمع المدني وطبعا احنا قبل ما نعلن عن اي حاجة او نعرف الناس باي حاجة خلونا بس نعرفكم بارقام تواصلنا النهاردة من خلال ارقامنا الزهر على الشاشة او من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج القناعة استنونا بعد الفاصل وارجعنا لكم بعد الفاصل النهاردة عندنا دراسات علمية حلوة جدا يعني هنمشيها بطريقة فكاهية ولزيزة كده بس خلينا نبتدي باول دراسة معك يا اسماء هي اول دراسة هتبقى فكهية جدا هو الناس اللي بتخاف تعطس يعني اللي بيحسوا انه مثلا طبعا الموضوع يعني يضحك شوية يعني المفروض انه مثلا او حد قاعد في وستنيست او قاعد في اجتماع او شايفين فعايز يعطس يقولك لا انا ما عطست داعي بشتيجي شايفين طب لو عرفت ان انت كتمتك للعطسة او الدراسة اللي معينا النهاردة ان العطسة لما بتتكتم بيبقى في احتمالية انك تعاني من مشكلة كبيرة قوي في الاوعية الدموية او في دماغك دي دراسة احنا توصلنا لها فننصحك انك على فكرة انت تعرفي ان انا ممكن اكتم العطسة بتاعت يا كريم الحساعات كتير بتحصل لي دي مصيبة انا اكتشفت مؤخرا ان دي مصيبة دي مشكلة المفروض ان احنا منعملهاش دي حاجة مفروضة ان احنا منعملهاش ودي وبيقولك او الاطباء بيقولوا ان مهما كان اي سبب ما تكتمش العطسة بتاعتك طيب في دراسة كمان بتقول يا كريم ان الخوف ممكن يوصلك لقرارات غير صائبة وقرارات تخليك تتنازل عن حاجات كتير لمجرد ان عقلك الباطن بيهيألك الفشل وهو اللي بيوديك على اول طريق الفشل خلي بالك كمان انه احيانا بيعمل العكس يعني انت لو تعرضت الموقف انك واقف قدام اسد حاجة من الاتنين هترتبك وتلفت انتباهه فهيأكلك يا اما هتجري وقد تظهر عليك سرعة غير يعني مش موجودة في الدنيا كلها فتقدر تتصرف هنا بتقف بقى على طريق التصرف الشخص نفسه فالامور دي بتبقى على حسب الشخص وخبراته وهل هو جريء هل هو شجاع هل هو انا بقى تخش في موضوع الجراءة بقى لان الموضوع بقى الجراءة ده محتاج منها فكرة شوية بالنسبة للرجالة يعني بيقولك ان الست هي الاساس انكت في البيت انا مش مقتنع بالموضوع ده على فكرة اسماء يعني ولا انت ايه رأيك يا كريم انا رأيي بيقول ان في نظرية بتقول ان الست لو لبست احمر وهي خارجة مع الراجل هتاخد كل ما تتمنى بدون ما تطلبه لا ده ده كده بقى بصراحة انتوا كده يعني الرجالة بتتدلع قوي يا جماعة وانا مش معكنة في رأيي دك لا 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 ده حاجة مش غير منطقية خالصة بوست هي المسئولية على الاتنين يعني بمعنى ان الراجل واستيبت الاتنين عليهم نفس المسئولية هي وبدون تحيز لله يبونتها الحياة استيبت عليها دور كبير وعليها استرس كبير جدا في يومها يعني بتبقى مسئولة عن حاجات كتير وخصوصا المرأة العامل ممكن تكون عندها شغل وعندها مسئوليات كتير وبتاعتني وبتشوف اطفالها بتشوف بيتها وبقى ماخران كوان الراجل بيعتمد عن الست في كل حاجة يعني بيعتمد عليها في المسئولية كلها بالزبط فعلشان كده هي ممكن تكون تحت ضغط نفسي ممكن تكون عصبية في بعض الاوقات فعلشان كده بتتهم ان هي نكادية لكن الحقيقة انك لو شفت هي قد ايه مستحملة وقد ايه بتعيني وقد ايه هي عندها ضغطات هتعرف ان هي وعشان بس يا اسماعي لا نظلمش رجالة يعني الرجالة فعلا بيكون متحملين المسئولية وحماية الاسرة فالزوجة مش بتنكد يا جماعة عشان هي نكادية لا هي عشان بتبقى عليها ضغط فمحتاجة احتواء من زوجها واحتواء من اولادها كمان عارفة لو مثلا كل اسبوع يبقى عندها حاجة تكون بتحب تعملها نشاط معين بتحب تمرسه موهبة بتحبها ممكن كمان تروح تمارس الرياضة ممكن تروح تلعب زنبا الحاجات الحلوة اللي حلوة وخلي بالك الرياضة يا كريم من اهم الحاجات اللي ممكن تطلع الواحد من كبت او زعل او خانق او اي حاجة بالزبط قبل الرياضة وقبل اي حاجة اتكلمتوا في موضوع جدا كبير بيجيب الصداع خناقات الست والراجل لا يعني ومناسبة الصداع في دراسة مهمة جدا اثبتت ان فيه علاج وهمي بمعنى انت اول ما بيجي لك صداع بتاخد اسبرين للصداع فبتدي العقلك تهيق ان انت خلاص هتبقى كويس فبالتالي في خلال سانيتين بالزبط بتكون هديت وصداع قل رغم ان الدواء اصلا مش هشتغل غير بعد ربع ساعة ودي دراسة مزبوطة وعلمية وضوع الايحاء النفسي ان انت لما تكون مقاهل نفسك انك هتستقبل شيء ايا كان الشيء دقيق فانت بتبقى خلاص انت مقاهل نفسيا انك هتستقبل الشيء ده علشان كده الايحاء النفسي ليه دور كبير جدا في استقبالك لكل شيء انت بتاغدو فيه وماك وخصوصا لو انت بتسمع اغاني معينة الموسيقى ليها دور كبير جدا في التأثير على النفسية بتغيير المود فعلا دي حقيقي هو الموسيقى والمزاك بيرتبطوا او بيكتمعوا في مكان واحد طيب انا عايزة اسألكم سؤال طيب ثانية قبل السؤال اوكي فروض اوكي فروض في مكالمة معنا مكالمة اوكي اسماء معنا بشكل اسماء كده زالت يا جماعة بست عارفين ايه اكتر وظيفة او ايه اكتر شخص موظف غيابه بيعمل بهجة للناس يعني مثلا يعني انت عارفة انه اصلا يعني الشخص الموظف ما ينفعش انه يعني لما يغيب دي دي كارسة مثلا نسبية كارسة نسبية او انه يغيب عن عمل وكلا لا في عمل معين او موظف معين لما بيغيب بيبقى عيد خلوا بالكو بمناسبة الموظفين لا استنوا بستكمل بالنسبة لايه عيد بالنسبة للاطفال مين هو الموظف المدرس المدرس لما بيغيب بيكون دي دراسة دي حقيقة تعملت بيقولوا انه التلاميذ لما بيكون المدرس بيغيب في يوم بيكون بالنسبة له لمثابة عيد فدي من الدراسة برضو اللي احنا توصلنا لا ده في اسئلة كمان قارتها على البيتج بتاعتنا على الفيسبوك بتقول ان الراجل لما بيحب يتلكك وينكد او كده بيجيب العامل الأكبر وصاب الأكبر للست هو كلام النهاردة عن الراجل والست بقى ما تزعالش يا كريم بصراحة عشان انتم زودانها قوي انا حس اننا منطهض لا لا مش كسد عشان توتنيل ستاشت لا مش كسد طب يا كريم تقتاشت والحاجة وانا قطعتك تخط كنت بتقولي الموظف لما بيغيب الموظف لما بيغيب مش لازم يبقى المدرس في موظف بيبقى متميز جدا عنده مديره اللي دايما بيخش بحل المشكلة مش بالمشكلة خليك دايما زكي في التعامل لقيت مشكلة ما تخشش تصدمه بيها مستني منه ايه اكيد هبقى رد تفعله مش كويس حاول توقيت حل تخش بيه هتكسبه بالطريقة طيب ده حقيقي كمان في دراسات برضو بتقول ان الناس لما بتكون متوترة بتكون متوترة جدا طيب قبل ما اتكلم في اسماء رجعت عشان ما تزعرش مننا ألو السلام عليكم وعليكم السلام ازاكي اسماء السلام الحمد لله خير ايه بتكلمين منين من اسوام ايه اهلا بيك وكل اهل اسوام فضالي يا اسماء حضرتك هو البشر اللي كان قعد معكم برقتي بيقول انه استتلم بليبس لجوزها وبليبس احمر مش اعرف ايه مبصتش برا اللي هي لو عمايت لأيه هو بيبس برا هو يعني بصي او اختلفت الاقوال في حاجة زي كده يعني طيب ما اتعلق يا كريم طيب بصي هو انا يعني ما اتكلمتش على موضوع انه يبص برا او جوه انا اتكلمت على ان انت اكزب اللي قدامك هتلاقيه بينفس كل طلباتك او رغباتك انا كلمت وهي خارجة معاك خلي بالك مش وهي جوه البيت فبالنسبة للرجالة هو لو بيبص دي فطرة لو ما بيبصش فخلاص يعني فهي دي بتبقى فطرة عنده لكن هو نادرا ما يكتسبها قدام يعني طيب اسماء انت عندك مشكلة معينة او تجربة تحب تحكيها لنا اه فتر حضرتك هول متجوزة تمام وتعرفت على واحد بعد جوازي تمام وحبيت وحبني وكده تمام بس بيجا الفطرة نا سواني انا مش فهم حاجة انت متجوزة وتعرفت على واحد بعد جوازك يعني ايه حبت واحد بعد ما تجوزك وانت متجوزة؟ وانت متجوزة؟ على جوزك يعني؟ اه يعني ممكن ما فيش تفاهم بينها وبين جوزها فكامل اه اه كامل انا جوز يعني محضة اول مش شريبي هو غريب ومش محضة عن حب تمام صالونات يعني ايوه بل هو تعرفت على شخصه كده وحبني وحبيته بس بعد كده بقيت هرب بقى ايه عندي مشاكل في البيت ايه مش فاضي مين اللي بتهرب؟ هو اللي بكلمي طب يا اسماء انت انت ايه اللي جذبك للشخص ده وهل انت لما حستيتي بمشاعر ناحية الشخص ده ما كانش عندك مشكلة انه انت سبت متجوزة وعندي ببيت وعندي بزوج وان ده غير متعرف عليه مثلا في مجتمعنا ولا في دينا ولا الكلام ده؟ يعني ايه احساسك وليه سبتي نفسك ومعملتيش كنترول عليها من الاول حستاكي معنديكيش تعبه العزيمة للحاجة زي كده لا انا يعني حست ان هي ما عنداش طب هل هو مثلا اخطأ في حقك خطأ كبير لدرجة انك حاس انك عايزة تنتقمي منه مثلا في انك تشوفي حد تاني او تتعرفي على شخص تاني وتكنيله ومشاعر ما بتكنيهاش لزوجك او كده؟ بس االها لا هو بس يكون محترم معايا وكل حاجة ومبغلطش فيا ولا اي حاجة بس انا مش حابة انا بحك بواحد تاني يعني عنده رأيي ده رأيي يعني الشخص المفروض ان انت تنفصل يعني بل انا حاولت اعمل كده كده كتير راح ولم اغلطي من ام لوين انا لا انا عايزة اسيبه حاول انهم يسمموني اسماء انت عندك ولاد مخلفة حاول انهم يسمموني انت عندك كم سنة اسماء؟ عنك 18 تبقى بي على كريم كده؟ 18 انت بتخلفها يا اسماء؟ لا انت منين يا اسماء؟ من اسماء من اسماء انت تجوزتي وانت عندي كم سنة اسماء؟ اه ببطتنفس السوق اسماء تجوزتي وانت عندي كم سنة؟ انا تجوزت ليه دلورتي ليه شهرين يعني وانت عندي 12 سنة طب يا اسماء ده انت لسه يعني ما عشرتوش عشان تقولي كده يعني متعرفت على واحد فهماني؟ يعني ممكن المشاعر اللي بتحكي عليها لسه بتيجي مع مرور الوقت مع يعرف طبعك تعرفي طبعه وممكن عشان اتجواز لسه يعني انتو مش متعرفين على بعض قوي فانت عشان حسن الاحساس ده فانت تصرعتي انت ميجوزة بلك شهرين انت تصرعتي اني تتعرفي على حد جديد وتحبي حد جديد في خلال شهرين ده مش اسمه حب يعني ممكن اسمه تعلق او اسمه ان انت شايف حاجات في شخصية تانية مش موجودة في اللي معاك بس انا حابة ان انا بعد عني بس مش عارفة وبرجع اكلمه وبرجع يهزقني وقولي متبسلش بي تاني ومش عارفة اعمل ايه مش عارفة بيه بتعمل خد بالك يا اسماء يعني لو كنتي طبعا في الحلقة اللي فاتت انا اتكلمت على موضوع الكرام ما كرامتك اهم شيء يعني كرامت اي انسان انت ما ينفعش انت ربنا خلقك عشان تبقي معززة مكرمة مش عشان حد يهينك او يتجهلك بس هي بتقول ان بيعملها كويس وراجل مقترب لا انا بتكلم دلوقتي على اللي هو اي اصلا اي اقول موضوع اللي هي فيه هي صغيرة جدا وعلى فكرة احنا عايزين نسلط الضوء على موضوع الجويس في سن مبكر احنا قبل ما نعلق يا اسماء بعد اذنك احنا عايزين برضو نكمل مع اسماء ايه ماشي اه احنا منكمل معي ايه سماعين ايه سماعين ايه سماعك اسماء انت عارفة ان الانفصال بيقدي الى مشاكل كتير وانت عارفة طبعا وانا حضرتك مش حابة تفطر لان انا في بيت اهلي ما كنتش هايشة ببسوطة اللي هو دائما الخناء ودائما تهزيق وكده اللي هو ايه يعني لقيا حيطة ان انا بالدريع وراءها طيب انت عارفة برضو ان انت ممكن بعد ما تنفصلي انه ما يحصلش نصيب مع الشخص اللي انت بتحبيه فتبقي خسرتين لتنين هو اكيد مية في المية مش هيحصل نصيب لان معظم الشباب دلوقتي معلش يا كريم يعني مش بتقتلها بفكرة ان ياخده بنت متجوزة او ست متجوزة سوريا اني عرفته اثناء الفترة وكمان عرفتي اثناء الفترة دي فهو ممكن يتخيل انه هو ممكن بعد كده يحصل نوعنا في سنواتي يتهرب منك ودلوقتي عايز يتهرب منك بصي اسماء هو دلوقتي اللي بيحصل معاكي هو شايف بورسة كويسة انه هو بيكلم ست او بنت ومعالوش اي ادنى مسئولية مش هتقداري دلوقتي تقولي له تعالى تقدم لي لانك انتي اساسا متجوزة فهو بالنسباله الموضوع ده كويس جدا لانه طبعا مش حاجة كويسة خالص انك تعرف ان دي ست متجوزة وتخش معاها في علاقة حب او غيره هو كمان بتده يتهرب منها دلوقتي على مناعنا على كلامها مدين ده فترة قصيرة يعني انت ده مش حب خالص 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 يا اسماء نهائي انت تعلقتي بحد تعلقتي بتصرفاته وتعلقتي بطريقتك بالزبط هو اهتمامه في حين ان الشخص الاخر مش مديك الاهتمام فده الزيادة انت على الفكرة ممكن ما تبقش بتحبيه بتلسه مش عاشرتي اه يعني انا عايزك يا اسماء ترجعها تفكري وشكرا لك يا اسماء بصي موضوع كبير جدا ان دي بنات صغيرة بيتضحك عليها بسرعة واحد بيقولها كلمتين وهي بتندمي بس هي بتقول ان جزها بيعملها بشكل محترم وكلم ده كله انا عايز اقولك على حاجة دلوقتي هي اكيد في سبب ليه؟ لان شهرين يعني هما لستها في الهاني ما هي اسماء مع الجدور لا انا اصدي انه هو اكيد مفيش اهتمام كبير انا مش بدلها مبرر هي غلطانة لكن اكيد في سبب هي فين الفترة اللي هي لحيت تعرفه فيها اكيد في عندها كده عندها مساحة المتعرف عليه ان الزوجين في الفترة دي بيكونوا قريبين جدا من بعض بيكون عندهمش مساحة حتى يتصلوا بقريبهم ويكلموا مع حد فده اكيد هو مشغول عنها انشغال تام وهي انا شايف انه المرحلة دي بحياة البنت بتكون مرحلة تجارب ومرحلة هي فيها صغيرة مرحلة مراهقة معانا مكالمة من اسوان تاني برضو دوابة من اسوان ايو دوابة من اسوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ازاي كدوابة ازاي اهل اسوان كلهم والله هي اهل اسوان كلهم بيسلموا عن حضرتك ربنا خليك اه دلوقتي حضرتك معلش انا بتصل بس عشان اعلق بالعلى المكالمة اللي جيب لك ده اه تفضلي اه حضرتك مفيش حد منضبط اخلاقيا ونفسيا يساير واحدة متجوزة عندك حق ده حق وعلجها وبيجي يكلمها وبعدين بيجي يقول لها انت ما بتتصلش بيها ده دليل على انه ده انسان مش منضبط واساسا اصلا كون اللي يساير مع واحدة متجوزة ده واحد مش مظبوط ياريت اهلها يرقوها لعلم حضرتك الرقية دي سبحان الله يعني سر فيها سر من اصرار سبحان الله ده حقيقي ده حقيقي طبعا الناس هيرقوها وهي تتقل في اهلها وفي ناسها وفي سمعتها وفي سمعت ناسها والله حضرتك يعني لخص كلامه هي برضو صغيرة اوي اوي يعني ممكن ما تكونش بتعقل الكلام ده الولية صغيرة ولا كبيرة السمعة دي اهم حاجة يا أستاذة دوابة احنا المفروض المفروض نلتفت لدور الاسرة انه ما ينفعش ننجاوز بناتنا في سن صغير لازم يكون سنهم مؤهل او يأهلهم ان هما يتحملوا مسئولية يعرفوا يعني ايه بيت يعرفوا يعني ايه اطفال يعرفوا يعني ايه مسئولية زوج فدي برضو ده برضو غلط كبير على الاسرة ان احنا بنستعجل جالها عريس مناسب فيلا نجاوز ده برضو حاجة مش لطيفة شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك هو في حاجة مهمة برضو فين دور الام في الموضوع معنا كريم زينم من قاهرة موضوع شاكر شاك اهلا يا زينم من وراء انت خط فصل فين دور الام في الموضوع الموضوع بقى يا جماعة بصوا بقى موضوع البنات اللي بتتجاوز صغيرة دي وبيكون اصلا اساسه اصلا من البيئة اللي هي المحيطة فيها ده موضوع كبير وبقى كتير اول هو يقول لك 18 و 17 سنة من صغيرة لا اي جماعة صغيرة صغيرة وصغيرة جدا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده صغيرة جدا وما تعقلش اي امر من امور تطرح عليه هي اصلا لما حتى اهلها بيتنقشوا معاها ومشكلة خاصة بيها بترفض لا انا مش عايزة ده انا عايزة ده الزمن اللي احنا فيه دلوقتي والتكنولوجيا اللي وصلنا لها محمود من سهاج سواء عليكم وعلكم سلام زيكا محمود اهلا بحضرتك دازم انا كنت عايزة تتكلم في موضوع ايه دي اه تفضل موضوع انه كان اللي كان من ساد كاين بيتكلم فيه هتبقى معايا بقى محمود اه معاك طبعا المهمة كان عليك بصباح هتبقى معاك اتفضل معايا اه مرنة تضحك ليه مرنة تضحك انا شايفها في الشاشة اه لا ابدا ما فيش اي حاجة اه طيب اتازم حضرتك سوف كريم موضوع النكد اتفضل ده راجع الى التوافق الفكري ما بين الزوب والزول صحيح هو الموضوع مش موضوع انه من الراجل معسر او الست معسر هو الاختيار من الاول اه التوافق الفكري يؤدي دايما الى اتفاق اه ده غير ان انا بضم صوت الصوت الست لكلمة قابلي مدان دواب اه بالانفلات الاخلاقي في مخصص الشخص اللي عمل بالموضوع ده بس في مشكلة تانية معلش بقاطعك يا استاذ محمود ان في برضو ممكن شباب تاخد قرارات وهي صغيرة بتندم عليها لما تكبر صحيح؟ مش البنات بس برضو الموضوع ده خطب الاثنين عكيدي يعني طبعا انا قلت كده في كلام من الاول اه اه طبعا صحيح اه اذا كان في اختيار كويس من الاول مفيش ندم على القرارات صحيح بس التصرع برضو يا استاذ محمود بيؤدي لنتائج مش حلوة هو على فكرة في ناس كتير قوي بتدي الوكالة الاهلاء ان هي يتجوزها تعرف في الموضوع ده؟ اه حقيق طيب شكرا يا استاذ محمود صلاة كتير قوي النهاردة وموضوع شائق احنا عايزين نرجع للدراسات لا ده كده الموضوع كبر وتعدى الدراسات لا فيه برضو دراسة بما اننا منتكلم عن الرجالة وستترحنا دلوقتي الرجالة هتوصدم من الدراسة دي بيقولك ان فيه ان الانسان لما بيكون في بطن امه بيعود ستة اسابيع انسة اي كلنا الرجل حتى الرجل اه ما تبصليش يا كريم والله ما تتكلمك اه دينا من القاهرة شكل موضوع كبير عشان كده بقول دينا زيك يا دينا تفضلي يا دينا اهلو ايو يا دينا زينة سوري اهلا يا زينة تفضلي بسهل نور عليك انا على فكرة زلبيات البت اللي زينك بتتكلم من سوريا اللي هي مين مين اسوان برضي بس انا موجودة في القاهرة بالرئيسي وستعيدة انصحها نصيحة واحدة اه انتي عاربتها من اسوان بقى اكدع ناس اكدع ناس اتعرفيها يعني لا 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 من الاسف من نفس البلد من نفس البلد من نفس البلد تفضلي تفضلي اه على فكرة انا جوضتك سنعها برضك منتصر سنعها على فكرة وما كملت اه كنت عيلا وعارفها كويس جدا ان هو ما ينفع في الوقت ده بس احنا نحتاجين الكلام ده الاهالينة من الاسف بس مفيش طبعا مش بيش معه اه تبتو طبعا وجوضتو تاني وبرضي تبتو بس ناطيحة ما تبقيت اي مخلوق خلق ربنا يقولك بحبك والله العظيم فتلاقي احسن من جوتك صحيح يعني مش هقولك حرام وهو طبعا حرام بس انت مش هتسمعي الزا انت هتسمعي الحاجة واحدة بس بطي بقعرك بحياتها الحاجة التانية بطي نافتك بطي نافتك بتفساري كل حاجة وإحنا عندنا البنات خلق تاني بتتسلق من هنا بتتريكن في البيت من هنا بطيش حد بيعبرها خالي عندي الحد طب وشايف الحل بطي نافتك وبانين شارين يا بنتي والله العظيم مش هتلاقي احسن منه في الدنيا التاني كمان عليك أنا وهتفهميه وهيفهمك هو كمان بيقول ان هو بيعملها كويس قوي يعني هي ممكن تكون المشكلة برضو في البنت يا زينة هي عيلة هي نعم يا مش بركة كلام فها مش هتدركه دلوقتي ما مني ولا منك بس انت خلي بالك ان مفيش حد دلوقتي من السباب عن مدى من السباب مش بيبقوا سدقين في كلامه صحيح طب بص يا زينة معليش يا حابب بس بص يا زينة حابب اعقب على حاجة بس احنا لما نوجه لها كلمة عيلة خلي بالك هي ممكن ترفض ده او ممكن ما تسمع عناش او تسمع نصائها يا حابب دي حد عايز ان حد يبدأ يحتويه ويتكلم معاه ويفهمه من منظوره من نطاق سنه تقدري من خلال تجربتك او الحاجة اللي انت شفتيها في الفترة دي توجه لها نصيحة باي شكل من الاشكال بزبط كده ما ينفعش النصف من اي حاج اي مشكلة انت ممكن شكلها كده خط قصل واضح انه انه في مشاكل كتير وفي ناس كتير عايزة تشارك بس انا كنت بقولين انا بنقول نرجع على موضوعنا الدراسات دينا من القاهرة تاني انا انسى الدراسات بقى زيك يا دينا دينا ولا زينا بقى دينا بقى دينا المراد الو الو دينا شكرا انت صلاة واضح الموضوع هام الناس كتير قوي الموضوع كتير قوي يا اسماع خدي بالك يعني برضو موضوع البنت اللي اتصيت وحكيت في مشاكتها دي خلى ناس تتكلم في مشاكل كتير خاصة بيها ومتعلقة بيها او رفض الموضوع اللي هي بتتكلم بيها المشكلة اللي هي طراحتها في الاول بيرفضها المجتمع بتاعها حقيقي والناس كتير قوي ان هي هتسمع حاجة زي كده اكيد مش هتبقى مقصوطة وانها هتحب ان هي تشارك المهم احنا كنا بنقول ان كل الاجنة بتبتدي نساء لان الكروموسوم لا يفعل الا بعد مرور ست اسابيع طيب احنا معانا هده مرسيوت تفضلي يا هده الو الو ازايك يا هده 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 الو الو هده معايا سمعاني هده ودتي التلفزيون واسمعينا من التلفون اهدت معا هردي تفضلي حضيك منين من الناس يوم اكدع ناس هو اكدع ناس بقى اكدع ناس دي تقريبا بتفسل الخط انا في صراحة عايزة مع موضوع الاجنة ده قوي بس مش كده الاتصالات بقى بتيجي انت شاكل موضوع كبير قوي فاقولي الاجنة في صراحة عروبية انتصالت لا انا هو خلاص هو الموضوع انه كل الاجنة في بطون امهاتهم يكونوا نساء تمام لا يفعل الكروموسوم الا بعد مرور ست اسمعي وده معناه من الناحية العلمية والبيولوجية انه كلنا كنا نساء قبل ما يتحدد نوع الجنيه ده حقيقة كريم والله طيب احنا انا مش تتكلم اوكي انا اسماء من الاسوان رجل تاني اسماء 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 تاني اسماء تاني اسماء 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 سامعانا اسماء ايه سامعك ايه رأيك في الكلام اللي سمعتي او التعقيب اللي عقبوا الناس على الموضوع اسماء 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 اعمل ايه? طب هلو وصلتي الحل? وكلام الناس بطراحة ده انه دفع معنوية كتير يعني. حاولي تاني. حاولي انت لسه شهرين بس يعني في ناس بتقعد سنتين بتحاول. وبعد السنتين ربك بيكرم. تبقى افضل علاقة يعني سبحان الله ما تتوقعهاش خلي بالك انت لسه اه ما خلفتيش ما حصلش ما فيش بينكو ولاد. الكلام ده كله بيساعد على اه تطور او تحسن العلاقة بشكل عام. فما تحكميش على الحاجة من دلوقتي لانه يعتبر ان انت بالمدة الزمنية دي انت لسه براها. في حين انك حكمتي على حاجة انت فعلا براها. اللي هو موضوع الشاب التاني. على اقل ده راجل ومتجاوزك. تضمني منين ان الراجل التاني يتجاوزك. فعلا. وبعد عايز اقولك على حاجة يا اسماء. معلش ان قطعت كلامك. عسى ان تكرهه شيئا وهو خيله لكم. فما تكرهيش عاشتك مع جوزك لان ده ممكن يكون خليكي ولا اي اسماء. لازم البداية ان هي تقطع علاقتها بالشخص التاني. دي البداية. عشان تقدر تشوف النور اللي في حياتها. الشخص او علاقتك بالشخص ده هو اللي مضلم حياتك ومغمي عنيكي عن حاجات كتير قوي ممكن تكون حلو. انتي مش شايفها. فخد القرار اتخذ القرار ونفذي. خلي بالك هو بيلعب على نفسيتك. انتي بتحكيله كل اللي بيحصل معاك في البيت ده في الغالب بنسبة كبيرة. بيقوم هو عامل ايه؟ معوض الكلام دوت. يعني انتي بتقوليله. هو ما بيهتمش بيا فيبدأ يهتم بيكي. هو ما بيسألش علي فيبدأ هو يزود من سؤاله عليكي. فانتي تلاقي ان كل النواقص اللي في مكان تاني موجودة عنده فتنجزبي ليه. طيب احنا عايزين هنطلع لفاصل شكرا يا اسماء ليكي هنطلع لفاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كلنا محتاجين نفرح. وجودنا في حيات بعض مش تدخانة. كل واحد موجود في حياتك له دور وعليه مسؤولية تجاهك. انت كمان مسؤول وعليك دور تجاه كل شخص بيحبك. في استراتيجية كده انا بستخدمها. يمكن تستغربوها. بس لو جربتوها هتدمنوها. كلنا في حياتنا هموم ومشاكل. واكيد يعني بنمر بحاجات مشكلات كتير بتخلينا مش عارفين نفكر. بتخلينا في مود وحش. لما تكون دنيتك وحشة. وحالك مش مش لطيف ومكتئب. مستحيل تروح. الطبيعي يعني انك مستحيل تروح تشوف حد مهموم زيك او عنده مشكلة. بتقول انا اللي فيهم مكافين. انت عندك حد. اللي فيك مكافين. وكلنا زيك. وكلنا زيك. كلنا بنقول نفس بجمع. حقيقة. بالزبط. جربت بقى لو انت يعني بسواد حالك ده. رحت تدورت على حد محتاج مساعدة. مادية او معنوية. وتعملها له. وانت قاعد امسك تليفونك. بص كده في الستوريز اللي عندك. بلاش تعدي الستوريز الحزينة وتقول هوا انا ناقص. لا اروح فرح حد. شوف حد محتاج كلمة. ممكن تقولها له في معادها. ممكن تقول له كلمة تجبر قلبه المكسور. هتستنى ايه? هتستنى ان ربنا يجبرك. ليه? لانك فرحت حد. فعز منتك كنت حزين. ودخلت كمان من باب الايصار. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب ده ده المبدأ وده الاساس وده الاستراتيجية اللي بنستخدمها في مبادرة خيرك وحملة فرحني وكل الحملات. تعال شاركنا ونضم الفريقنا. احنا هنروح لتقرير او هنروح لفيديو. هنشوفه. وهنرجع معلق. نحن نروح لفاصل قبل الفيديو. اوكي نروح لفاصل بعدين. اوكي. يستنون. موسيقى 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 وارجعنا لكم تاني. قبل ما نروح نشوف الفيديو انا عايز اقولكم على حاجة. كنت مرة نازلة الحسين استوقفني شخص من الناس اللي محتاجين هناك. الشخص ده عنده خمسة وسبعين سنة. يعني انا لما شفت الشخص ده لفت نظري جدا. رغم ان هناك اللي بيروح الحسين عارف ان هناك ناس كتير محتاجين وناس كبار في السنة. لكن الراجل ده استوقفني جدا وخلاني اقوم من مكاني واروح اشوفهم هنا. عنده صعوبة جدا انه يمشي. الراجل ده فقد اولاده الاتنين في صورة خمسة وعشرين هنا في يوم واحد. اولاده الاتنين معندوش غيرهم. فقدهم في يوم واحد. عنده احفاد من اولاده دول. هو بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد واستند الوحيد. خد عهد على نفسه بعد ما فقد اولاده انه يربي احفاده دول احسن تربية. هو بالنسبة لهم زي ما قلت لكم مصدر الرزق الوحيد بينزل كل يوم يقفل عليهم الباب هم اطفال لستة. يروح يجيب لهم قط يومهم. يروح يجيب لهم يجيب مصارفهم. يجيب ايجار البيت اللي هم قاعدين فيه وعايشين فيه. مش بس كده نعايزة لنظركم لحاجة ويمكن دي من الاسباب او ده سبب رئيسي في ان الشخص ده استوقفني جدا. انه كان بيشتغل مع صفوة المجتمع. الراجل ده كان طباخل الملك فاروق. وكان بيشتغل مع امو كلتون. قاعد فترة كبيرة وكان يعني يمكن كمان بيتصرف له معايش بسبب شغله مع امو كلتون. يعني كان بيشتغل مع صفوة المجتمع. وانتهى بالحال انه من المحتاجين اللي بينزلوا من بيتهم كل يوم رغم انه عنده تعب كبير جدا في رجله ومركب شرايح وسنه يا جماعة خمسة وسبعين سنة. وبيمشي يا كاد يمشي. انا عايزة كنتروح تشوف الفيديو وهنا رجعتين. وانا رجل عام بي خمسة سبعين سنة ما نشعرف اعمل ايه. بازل حسين علشان فاطرة اللي تساعدوني. وهو بجري وانا رجل كبير مش قدران. اسم الشاهد ايه? اسم ابن? احمد ابوباكر. والتاني? ابراهيم. الاتنين ستشهدوا في 25 ينايل. واولادهم واولادهم معات? معاي. وانت اللي بتصرف عليهم هم تلاتة مش كده? كريم ومحمد وابراهيم. وانت اللي بتصرف عليهم وانت اللي بتكفل بيهم. احدش غيرك. اللي ربنا اقول لك اعمل كل حال. انا شايفة بعيني ان انت مش قادر تمشي خاط. انا 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 شايفاك والله. ربنا يعينك قوي. يعني انت كان برضو ليك باع طويل. كنت بشتغل مع مكلسوم وملك فاروق. مكلسوم الحج عب حميد اللي هو. ممكن اتكرنيه? اه. الحج عب حميد كتب لي معاش. ميت جنيه كل شه. اي. كتب لي من الجنائي مية. اي. اي. كتب لي من الجنائي مية الحج عب حميد. انت اللي بيوصلك من الحكومة هم ربع وميت جنيه بس. اه ربع وميت جنيه والمية بتاع مكلسوم. او. بس. انت اللي الاول عنها هو مصدر ريج. بنا يعينك يا رب. حمد. بنا يعينك. وارجعنا لكم تاني. طبعا شفتوا الفيديو معنا في جهد كتير. بس الاتصالات خدت وقت كبير من الحلقة. ان شاء الله في الحلقة اللي جاي هنقول لكم مين المؤسسات اللي اتعاونت معنا وهتساعدنا ان احنا نقدم اي خير او اي مساعدة للاشخاص او النماذج اللي انتو شفتوها او النماذج اللي انتو شفتوه ونماذج زيه كتير. ان شاء الله الحلقة اللي جاي هنوديكو احنا عملنا ايه بازن الله. وانتو كمان هتساعدونا. زي ما قلت لو عايز تنضم الفريقنا وتبقى مشارك معنا بشكل فعلي. بتقدر تتواصل معنا عن طريق صفحة البرنامج برنامج القناع على الفيسبوك. طيب. مين فينا ما عندوش حل. مين فينا ما عندو صاحب عندو حلم او عندو شيء نفسه يفرحه بي. ايا كان الحلم اللي صاحبك عايزه او قريبك او اي شخص يخصتك او يهمك او حتى انت لو عندك اي شيء نفسك تحققه احنا ممكن نستعادك. اي حد ان شاء الله نساعده والحلقات الجاية حلوة كتير. ان شاء الله يا كريم دي يكون نهاية حلقتنا. نهار ده واتمنى تكونوا استمتعتوا بيها جدا واستنونا الحلقات الجاية في مواضيع اكبر واحسن وافضل. وكمان فيه نقطة مهمة جدا لازم نعقب عليها احنا ما بنقبلش تبرعات لكن انت ممكن تنزل تساعد معنا بنفسك استنونا الحلقات الجاية.